ترجمة نانسي قنقر ممتدة لأكثر من 200 سنة مضت وشراكة تاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة شهد عليها العديد من المحطات في تاريخ مملكة البحرين ومن خلال المعاهدة العامة للسلام عام 1820 التي رسخت التحالف وحماية المصالح المشتركة بين الطرفين انعكست هذه العلاقة على العديد من الجوانب وترتب على هذه العلاقات العديد من الرؤى المستقبلية المشتركة بين البلدين الصديقين النقلة النوعية في العلاقات البحرينية البريطانية تشكلت في مطلع العام 1935 إذ مثلت هذه النقلة بداية لفصل سياسي واقتصادي وثقافي جديد قائم على الاحترام والمودة والشراكة في أعقاب نقل القاعدة البحرية البريطانية الرئيسية في الخليج العربي إلى مملكة البحرين تبعه توقيع معاهدة الصداقة بين البحرين وبريطانيا عام 1971 الشراكة البحرينية البريطانية ذات خصوصية تعود إلى التاريخ المشترك لسيما في القطاع الاقتصادي والاستثماري والمصرفي حيث تعد البحرين مقرا إقليميا لعدد كبير من الشركات والمؤسسات التجارية والمالية والبنوك والمصارف البريطانية ذات النشاط الدولي برؤوس أموال واستثمارات هائلة أخذت في النمو بفضل السياسات والتشريعات الاقتصادية المثالية التي توفرها حكومة مملكة البحرين للقطاع الاستثماري على أراضيها وشهد القرن الحادي والعشرين ومع تولي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم تطورا ونموا ملحوظا في العلاقات البحرينية البريطانية مما شكل دفعة لتعميق الشراكة الثنائية التي ترجمت بتوقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بهدف رفع مستوى الشراكة والتنسيق الثنائي في عدة مجالات مختلفة منها السياسية ودولماسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر